احتجاجات واسعة تعيشها كردستان العراق تمثلت باضراب المعلمين المطالبين بانهاء ازمة رواتبهم متحدين تهديدات وزارية باتخاذ اجراءات عقابية ضدهم وسط تحذيرات من توظيف هذه الازمة سياسيا بين الحزبين الحاكمين الديمقراطي والوطني ينتفع منها الاطار التنسيقي الذي يهدف لتقويض تجربة كردستان العراق وفقا لمحن دول الخليج العربي في واشنطن ازمة رواتب موظفي كردستان العراق بدأت منذ عام 2014 قبل ان تتفاقم وتنعكس سلبا على سبل معيشية لمئات الالاف من الموظفين والتربويين ومع سمرار الاحتجاجات في السليمانية تولدت شكوك من امكانية استغلال ازمة رواتب من قبل حزب الاتحاد الوطني كورقة ضغط في مفاوضات غير معلنة يجريها وفقا لتسريبات مع شريكه في الحكم الحزب الديمقراطي لابرام اتفاق يهدف الى انهاء التوتر بين الطرفين ووضع مسار جديد لادارة الملفات الخلافية بينهما او بين بغدادة واربيل الحزب الديمقراطي من جانبه التهم حزب الاتحاد بشن حملة مساندة للاحتجاجات بعد تصريحات وزير التربية الان محمد سعيد التي قال فيها ان تظاهرات التدريسيين مخترقة حزبيا ويتم استغلالها لمكاسب سياسية بضغط من مجموعة تابعة لحزبي الاتحاد والعمال الكردسانيين تحت اسم هيئة الدفاع عن المعلمين والموظفين مجلس اساتذة وموظفي جامعة السليمانية بدورها اكد ان ما يجري اليوم تراكمات لما حصل خلال السنوات العشر الاخيرة مشيرا الى عدم توفر بيئة نفسية سالمة حاليا لبدء العام الدراسي الجديد لدى الطلبة والطاقم التعليمية بسبب توالي الازمات وانعكاسها على الاوضاع المعيشية للتربويين وسط فشل الحكومي في ايجاد حلول ناجعة رغم مرور شهرين على انطلاق الاحتجاجات ومع سمرار ازمة الثقة بين شركاء العملية السياسية وتأكيد مجلس المعلمين في السليمانية موصلة اضرابهم لحين تحقيق المطالب فان العملية التربوية في المحافظة ومدنها باتت في خطر يدفع فمنه الطالب الذي يحلم بتحصيل اعلمي يحصن فيه نفسه ببلد غارق بالازمات